وزارة الأثار احتفلت بعيد الأثاريين واللي بيصادف ذكرى تولي الدكتور مصطفى عامر رئاسة مصلحة الأثار عام 1953 كأول مصري بيوصل للمنصب ده وهو نفس اليوم اللي بيشهد تمصير المصلحة بشكرهم شرفت بالعمل معاهم على مدار أربع سنوات بزلوا فيها كل الجهد وقدروا يروجوا لمصر قدروا يحسنوا الصورة الزهنية عن مصر عن الاكتشافات تخلوا مصر تخشوا كل بيت في العالم بخبر إيجابي يا كشف أسري يا افتتاح افتتاح حاجات مقابر فرعونية أثار إسلامية أثار مسيحية أثار يهودية استرداد أثار إرسال معارض للخارج تقدم عمل بالمتحف المصري الكبير بنتيجة ملخوظة كل الاكتشافات اللي حصلت في 17 و 18 و 19 كانت بأيادي مصرية خالصة أعمال الترميم زي تمثيل، مسلات، معابد، قصور، كنائس، مساجد كلها تمت بأيادي مصرية خالصة أزهلت العالم عدد من الرموز تم تكرمهم لمشاركتهم في إثراء العمل الأثري خلال الأعوام السابقة من الأثريين والمرممين العاملين بوزارة الأثار واللي سهموا بالجهد والعمل الدقوب في العمل الأثري وأعمال الترميم لمختلف الأثار المصرية والإسلامية كان لين نصيبي عن السندين إن شاء الله أن يكون فيها أحسن مرمم عن بعض مشاريع الترميم اللي قمت بها كان زي مثلا ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني بمدينة أخميم وترميم تمثال الملك رمسيس برضو بمدينة صان الحجر وقامت مسلتين في صان الحجر ومسلتين في العاصمة الإدارية وتمثال الملك رمسيس برضو صن الحجر مبسوط أن الناس كلها فرحنا لأنني شفت الناس الحلوة كلها الاحتفال لترسيخ مفهوم الانتماء لمصر من أبنائها الأثريين ولي لم يدخروا جهد إلا و بزلوه حبا و وفاءا لأم الحضرات